الرئيس جمال عبد النصر كان بيقدم المعبد الفرغانية هدايا للدول الأجنبية وأهدى معبد من أهم المعبد للولايات المتحدة الأمريكية وموجودة هناك لحد دلوقتي وده غير كمان أنه أهدى معبد لهولندا وأسبانيا وألمانيا ودول كتير غيرها لكن يطرى للرئيس جمال عبد النصر كان بيقدم المعبد الفرغانية هدايا للدول الأجنبية وهل كده كان بيفرض في تاريخ البلد زي ما بيقولوا؟ واللي دو أخطر هنعرفه في حلقة النهاردة الرئيس جمال عبد النصر أصر جدل وسع من الانتقادات والتحليلات واللي اعتبروا البعض تفرط في التراث والتاريخ المصري بسبب تقديمه لعدد من المعابد الفرغانية كهداية الدول الأجنبية لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما وتبدأ القصة في أوائل الستيانات بعد ما قرر الرئيس جمال عبد النصر بناء السد العالي واللي يعتبر واحد من أهم المشروعات القومية الضخمة اللي حصلت في مصر وقتها وكان الهدف من المشروعات تحكم في فيضان النيل وتوليد الكهرباء لكن المشروع كان بيهدد بغرق عدد كبير من الأصر والمعابد الفرغانية في منطقة النوبة زي معبر أبو سنبل الشهير وعلى حسب كلام البحث الأسر الدكتور حسين دوئيل المتخصص في الأصر اليونانية والرومانية قال إنه منظمة اليونسكو أطلقت حملة دولية لإنقاذ الأصر المصرية من الغرق ودعي الدول للعالم للمساهمة في وضع الإنقاذ وقتها لمجتمع الدول استجاب بشكل كبير وقدمت عدد كبير من الدول مساعدات مادية وتقنية وتم بالفعل تفكيك المعابد ونقلها المواقع أمينة في عملية معقدة وفردة من نوعها في تاريخ الأصار لكن اللي ما كانش حض يعرفه وقتها إن عبد النصر قدم خمس معابد من اللي كانت موجودة في النوبة كهدية لعدد كبير من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية فعلى حسب قرار الرئيس جمال عبد النصر رقم 4-647 لسنة 1966 تم إهداء معبد ضندور لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والحد دلوقت المعبد لسه موجود في متحة في الميتروبوليتان للفنون في نيويورك وده غير كمان معبد روماني من عهد الإمبراطور أغسطس ويهدى رئيس جمال عبد النصر معبد ديبود لأسبانيا واللي كان هيتضرر بشكل كبير سنة 1960 والمعبد موجود دلوقت في حضاكة ديجو في مدريد أما معبد إليسيا في خدم النصيب إيطاليا واللي معروض دلوقت في متحة في تورين وده غير كمان معبد طفا في هولندا واللي معروض في متحة في ريكزي في أمستردام أما عن البوابة البطلمية في معبد كلابشة فتم إهداءها لألمانيا وحالين البوابة موجودة في متحة في برلين وتعتبر المعبد لحد دلوقت من أهم معامل جذب السياح في العالم للدول المصادفة للمعبد دي وفي الصياق التاريخي يعتبر إهداء المعبد جزء مهم من جهود مصر بالتعاون مع منظمة اليونسكو وده الإنقاذ أثار النوبة من الغرق وتعتبر الهداية دي مكافأة للدول اللي شاركت في حملة إنقاذ المعبد والأثار المصرية من الغرق وللوقت جهود دي ما كانش هيتم إنقاذ 16 معبد من الغرق وعلى رأسهم معبد أبو سيمبل دلوقت عايز أعرف رأيكم في التعليقات هل كان تفكير الرئيس جمال عبد النصر سليم أنقذ المعبد الفرونية واللقان غلطان وفرط في أثار البلد